اول سؤال اللي وصل لنا بيقول لنا كنا عند ناس زمائل ماما وقالوا يلا علشان ناكل بيعزموهم يعني على الاكل هي قالت لا والله لا والله ابدا مش هيكل وكلت طبعا الواحد لما يكون جاين برده بيباقى الجوع لقوا احكام دا كده تصوم كفرة في حاجة اسمها عن طبعا في حاجة اسمها اليمين عشان يكفر عنه لازم يكون يمين منعقد لان تكون انعقدت فاذا خلف او الانسان يكفر عنه احنا عندنا اختلاف من بين فقار في المثل هذه الاشياء ولكن احنا بنميل في الفتوى الى مسألة ان في حاجة اسمها ايه دا يمين اكل يمين اكل يعني يقول له والله ما اكل والله ما اشرب ييجي مثلا الراجل الصياد يقول له الراجل في البحر فيقول له والله لا تيجي تشرب شاي يشرب شاي ايه الراجل في البحر وانت في الناحية التانية وانت عالشطة ييجي لك من هناك عشان يشرب كباية شاي فيروح فيروح الصيد بتاعه اكيد انت بتعمل ايه انت بتلح عليه مش قصد ان انت تقسم ولا شي فسالك بيهم الفقاء ان اصلا دا وكأنه دا مش يمين اصلا اصلا دا مش يمين منعاقدة لانه هو اصلا وكأنه لما حلف اللي حاصل ما كانش قصد اليمين قدي ما هو قصد ان هو ايه يستخدم اسلوب اسلوب ايه اسلوب معتد عليه ولا يقصد اليمين ولذلك هي ليست عليها كفار ليست عليها كفار شكرا